تسلمت هيئة مستشفى شبوى العام دفعة جديدة من التجهيزات والأجهزة الطبية الحديثة المقدمة من مؤسسة خليفة للإيغاثة والأعمال الإنسانية التي تتولى عملية إدارة تشغيل الهيئة بواسطة شركة دولية متخصصة واطلع الأمين العام للمجلس المحلي بشبوى عبد الربوهشلة على نوعيتها ومكانتها الطبية مستمعا من مدير عامل الهيئة الدكتور حسين الطويل لشرح مفصل عنها موضحا بأن الأجهزة تشمل التجهيزات الخاصة بالتوسع السريري الجديد لكل من غرفة العمليات الكبرى ورفعها من سريرين إلى أربعة أسرة جراحية ورفع سعة استيعابها إلى 120 سرير بدلا من 70 سرير والعناية المركزة إلى 18 سرير بدلا من ثمانية أسرة والاستعداد لفتح اقساما للعناية المركزية للحالات الحرجة الواصلة إلى الطوارئ إضافة إلى دعم القدرات التشخيصية للمختبر بأجهزة فحص خلايا الدم والتجهيزات والأجهزة الخاصة بعيادات القلب والمخ والأعصاب المزمع افتتاحها قريبا